السلام عليكم. ازايك يا حوش الكون? النهاردة كان عندكم الامتحان التجريبي اللي نزلت الوزارة ليكو عشان تشوفوا شكل الامتحان هيبقى عامل ازاي? والحمد لله الامتحان كان يعني مش مش من بره التوقعات كان الامتحان متوقع له ان هو يكون في المستوى دوت وان هو يكون بشكل الاسئلة ديت. لان هما كانوا نوهوا قبل كده قالوا ان الاسئلة هتبقى اختياري. وفعلا جابوا الترجمة اختياري زي ما احنا كنا بنحلها هنا على القناة وجابوا كمان القطعة اختياري. وما شفناهمش ان هما قربوا من القصة ولا جابوا منها حاجة. بس ده مش معناه ان هما ممكن يلغوا القصة. ممكن يجيبوا القصة خلي بالك في الكلمات يعني ممكن يحطي لك جملة او اتنين. تبقى الكلمات بتاعتهم اصلا موجودة في القصة. وتقعد انت تقول ايه ده? كلمات دي مش عندي في المنهج. لا هي عندك في المنهج بس موجودة في القصة. فحتة كلمات القصة دي سهلة تتلم ان شاء الله. ولاحزنا كمان ان هو حط نوعين من الاسئلة تانيين برضو في حالة. حط نوع من الاسئلة اللي هو اللي هي علامات التركيم. فاكرين علامات التركيم اللي كنا بناخدها في ابتدائي اللي هو نوع بنحط اول حرف ولو مسلا لقينا ان احنا هنا بديتكلم عن سؤال فكنا بنحط اخر السؤال لو كنا مسلا لقينا ان هي الجملة عادية فكنا بنحط فاكرين الكلام ده كله? هو حط السؤال دوت بس حطه برضو في سؤال بس طبعا انتو المفروض محتاجين تعرفوا بشكل اوسع شوية. وده هنعمله ان شاء الله على القناة الفترة الجاية متقلقوش. فيه كمان نوع من الاسئلة جابه وهو ان هو هتم باجزاء الاسئي او اه الاجزاء بتاعة المقال يعني مسلا انا عايزك تعرف في بداية المقال بنحط ايه? بنحط في نهاية المقال بيبقى فيه ايه? بيبقى فيه الاختامية. طب الاختام ده بيبقى ايه? بيبقى عبارة عن تلخيص. فاهمني? فانتو المفروض تكون عارف الاجزاء بتاعة الاسئي دي عاملة ازاي? وتبقى عارف معاني الاجزاء ديت ايه بالانجليش? عشان زي ما لعب فيها في الامتحان ده? ممكن يلعب فيها ان شاء الله في امتحان اخر السنة. ونتخلوا بالكو برضو ان الترجمة جات من الترجمات اللي حلها ابو حميد. لو فيه ناس كانت متابعة معي الترجمة فتلاقي ان فيه ترجمة من اللي احنا حلناها هنا على القناة كانت موجودة بالنص موجودة في الامتحان. ويجي واحد ويقول لي يا ابو حميد انت شكلك كده على علاقة بالمستشارين والكلام ده كله. والله يا ابني ولا على علاقة ولا اي حاجة. هي كانت جاية صدفة كده. انا كانت جملة من امتحانات السنين اللي فاتت. وشفت ان هي لها علاقة بحاجات بتحصل دلوقتي اللي هي موضوع المية والكلام ده كله. فهمتوا اخد الجملة وحطيتها في شكل اختياري. وبالصدفة العجيبة هو جاب الجملة دي في الامتحان. فشكل كده المستشار هو اللي من متابعين قناة انجليشاو. نسيبنا بقى من كل الكلام ده. ويلا بينا نبدأ الحل. بس ما تنساش انت تحط اللايك لاخوك يا بو حميد. عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من المشاهدين. ولو انت مش معنا على القناة تنساش انت تعمل سبسكرايب يا معلم عشان يجي لك كل حاجة احنا بننزلها على القناة. ويلا بينا نبدأ. بسم الله بقى نبدأ كده من اول جملة. فبيقول لي يعني بيقول لي الايه? هي شيء ما الناس بتعمله عشان هي عشان هي حاجة تقليدية بالنسبة لهم. يبقى هي ايه? هي العادات والتقاليد. طب العادات والتقاليد معناها ايه? معناها طيب اللي بعدها بيقول لي يعني انا مش قادر او انا مش قادر ان انا سادة اللي انت قلته. هل انت جد? بعد كيه راح جاية ايه? كلمة دي معناها عكس. عكس كلمة ايه? يبقى معناها جد او خطير? آآ يعني هو جد في الموضوع. طب عكس كلمة جد انه هو بيدحك بيدحك عليه صح? طب آآ يدحك او يمزح اللي هي كلمة جاكين. بعد كده بيقول لي يعني لما ابويا سألني عن الامتحان. او 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 اه ديدن نقط وال. يعني انا قلت له او انا اخبرته ان انا آآ ايه جيدا? يبقى عايز يقول ان انا ما عملتش آآ كويس في الامتحان او ما جوبتش كويس في الامتحان. عموما لما يكون بتكلم عن اجزام او تست وعايز تقول ان انت جوبت او عملت كويس معناها دو ويل يبقى اسمها ايه دو ويل طيب السؤال اللي بعده امعلم بيقول لك نقط يعني ايه مشاهدة الحادثة انا اتصلت بالسيارة الاسعاف طيب اه يجي واحد يقول لي ابو حميد ينفع اقول بي فور اه بس ترجم الجملة كده ينفع اقول قبل اه ما شوف الحادثة انا اتصلت بالامبيولنس لا يبقى بي فور غلط طيب ديورينج ينفع اقول اسناء وانا بشوف الحادثة انا اتصلت بسيارة الاسعاف لا لان ديورينج ما بيجيش وراء الان جي اصلا طيب وان معناها عندما عارف انت كلمة هي معناها عندما برضو بتدي معنى عندما عندما شفت الحادثة انا اتصلت بسيارة الاسعاف اه طيب تعال انشوفها معناها بينما ينفع بينما بشوف الحادثة انا اتصلت بالأمبولنس. لا يبقى هي الصحيحة. بعيد كيه بيقول لك يعني بيقول ان روايته الاولى اسسته كواحد من يعني الكتاب الموعودين معناها موعودين. بعيد كيه بيقول ازا كلمة دي معناها ايه? معناها مراضف. مراضف كلمة معناها اسست او رصخت. طيب مراضف لكلمة اسست او رصخت. هنلاقي كلمة معناها برضو ان هي اسبتت الحاجة دي. ففعلا ممكن اقول ان هي اسبتته ان هو واحد من الكتاب الموعودي. بعد كده بيقول لي يعني هي ايه من جامعة القاهرة? بيقول لي يعني هي اتخصصت في الفيزياء. يبقى اقول لي هي ايه من جامعة القاهرة? ممكن واحد يقول لي هي تخرجت من جامعة القاهرة يا ابو حميدة. اقول لك اه ماشي تنفع. بس خلي بالك يتخرج من معناها لكن لما تلاقي حرف الجار بتاعك تقول معناها خريج من. بعد كده. بعد كده بيقول لك يعني دايما والدي بيحفزوني. اننا ايه? يعني اننا بيشجعوني اننا ايه? في يعني اه مناقشات جادة عن المستقبل بتاعي. يبقى بيخلونا شارك في المناقشات ديت لان دي معناها مناقشات. يبقى اكيد بشارك في المناقشات. طب يشارك فيه معناها ايه? معناها يبقى هاخد ايه? هاخد وخلي بالك هي ايه ديت? المفروض ان هي ماشي? طيب. بعد كده بيقول لك انا شفت الاسبوع اللي فات وركز معي في الجملة دي. بيقول يعني بيقول انا ايه? هي منزو سنة الفين وتسعة عشر. فممكن واحد يقول لي يا ابو حميد انا اول ما شفت هعرف عطول ان ده مضارعة تام. والمضارعة التام اللي هو هذا وهذا والتصريف التالت فاختارها هقول لك ماشي مضارعة التام بس المضارعة التام لازم الجملة التانية بتاعته او الاصر بتاعه يكون في المضارع. طب هنا بوص بيقول لك ايه ساو. ساو يبقى كيف يتكلم في الماضي. يبقى طالما اصلا الجملة اللي هو حتطالي معها هي جملة ماضي يبقى اكيد ده مش مضارعة تام. ده كده بقى ماضي تام. ودي حطها قاعدة لما تلاقي الاصر معاهم ماضي او الجملة اللي معاهم ماضي ما تحطهمش مدرع تام خليها ماضي تام. طب فين الماضي التام? اللي هو هادنت سين. الجملة اللي بعدها بيقول لي مونا جود بورد. يعني مونا آآ خلاص يعني شعرت بالملل بقى او ملت بقى. بعيكا راح جاي بدأ جملة تانية وقال لي نقط هيرسيلف الون. شي ديسايد توريد اصاينس فكشن ستوريز. يعني هي قررت ان هي تقرأ قصة خيال علمي. آآ بالمعنى كده او بالعرب احنا عايزين نقول ايه? آآ هي ملت. ولما وجدت نفسها وحيدة شايف? بقول لما وجدت نفسها او عندما وجدت نفسها. طيب عندما دي هي وين صا? او آآ لما برضو اللي هي وين. آآ طب انا دلوقتي ملاقيتش عندي بعض النقط يعني الجملة ما بدأتش بوين يبهو حزف وين صا? فانت لما تكون عايز تقول عندما او لما آآ بالبلد كده. لما تكون عايز تقول لما او عندما وملاقيتش عندك وين وهو حزفها تعرف ان انت هتختار عشان تديك نفس المعنى. فهقول بعدك يعني الطريقة الوحيدة يعني بيقول الطريقة الوحيدة ايه ان انت تعمل كده ان انت يكون معك ازن. فممكن واحد يقول لي طب يا بحمد ممكن اقول واحد تاني يقول لي ممكن اقول هقول لك بص. امتى تحط مع لما تلاقي بعض النقط الفعل في المصدر. لكن هنا عندي او الفعل من ضفلو اي نجي يبقى اول زا اونلي وي اف. بعد كده بيقول لك يعني لما خلاص بتنهي بقى كتابة المقالة بتاعتك. ايه انت يجب ان انت تعمل ايه? آآ واحد بيخلص المقالة مش المفروض لما انخلص المقالة بتاعتنا بنعمل ايه? بنلخص بقى اللي احنا قلناه بنعمل كده تلخيصة كده بسيطة او جملة تلخيصة. طيب نلخص معناها ايه? معناها يعني تلخص المحتوى بتاعها. السؤال اللي بعد كده كان بيقول لي يعني بيقول لي اي من الجمل ديت هي العلامات التركيم فيها صحيحة. علامات التركيم ديت اللي هي ايه? اللي هي الكومة والعلامات التنصيص والحروف هي دي اسمها اللي هي علامات التركيم. فخلي بالك في علامات التركيم انا مش هقول لك ايه الصحة وخلاص لا انا هقول لك علامات التركيم كده واحنا ماشيين. علامات التركيم بتقول لك ان اول حرف من اي جملة اه اول حرف في اول اسم في اي جملة او او ضمير. المهم ان اول حاجة في اي جملة لازم تبدأ بحرف فهنا كلهم بدقين بحرف لعا كده السيد. سيد آآ بيجي بعدها الكومة بالشكل ده. تمام? عشان دي اسمها جملة المباشر وغير. عارفين انت المباشر وغير المباشر اللي احنا كنا شرحناه. هي دي بالزبط جاء. فسيد بيجي وراها ايه? بيجي وراها كومة. طيب ماشي. آآ بعد كده بعد الكومة في حاجة اسمها جملة القول. تاني اسمها جملة الايه? جملة القول. جملة القول دي لازم تكون بين علامات تنصيس. تاني لازم تكون بين علامات ايه? تنصيس. فهلاقي ان ايه مفيهاش علامات تنصيس. وسي مفيهاش علامات تنصيس. لكن دي هلاقي هنا فيها علامات تنصيس ههيت. فيبقى هنا تمام طيب بعد كده آآ لقيت برضو جوه علامات التنصيص ديت جملة ما جوه علامة التنصيص بيبقى فيه جملة الجملة برضو من جوه لازم تبدأ بحرف تاني لازم تبدأ بحرف ايه كابتال فهنا خلتها بتاعتها حرف طيب يبقى كده انا باختار في بي ودي والاتنين لسه برضو ماشيين تمام آآ بعد كده حط تمام اهيت برضو ايه طب ليه حط القما ديت لما كنت بتعمل سؤال مش ده سؤال لما كنت بتعمل سؤال وتلاقي عندك قما او تلاقي عندك اسم في اخر السؤال انت بتكلمه لازم يكون قبله قما تاني لما كنت بحط اسم في اخر السؤال لازم يكون قبله ايه قما والاسم لازم يكون بادئ بحرف كابتال فهنا علي شايف كده في بي علي حرف لكن علي هنا حرف يبقى هي دي اللي صح وكمان افل علامات التنصيص في الاخرة هوت. يبقى لازم يقفل علامات التنصيص. وبعد كده برضو لازم قبل علامات التنصيص لازم يكون في لان هنا ده سؤال. فلازم هختار عندي هنا دي لان هي الوحيدة اللي صح. ان شاء الله هنعمل فيديوهات عن عشان نفهمها اكتر واكتر. طيب الجملة التانية معاليم بيقول لك يعني بيقول لك في الايميل الرسمي كلمة معناها الرسمي. بتنهي بايه? بكلمة ايه? فبص يا معلم. الايميلات الرسمية بننهيها كده بكزا حاجة اشهرهم حاجة اسمها تانية اسمها ايه? معناها صديقك المخلص. طيب. اه طب ما يجي واحد يقول لي يا بوحمد ما انا ممكن اقول اللي هي موجودة في الاختيارات دي. هقول لك شايف اللي هي في ايه? اللي هي في دي 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 بحطها في الايميل عادي. بس لازم يكون الايميل مش فورمل هيبقى انفورمل. انفورمل معناها غير رسمي. يبقى الفورمل بحط فيه في اخر خالص لكن بحط معاه اي حاجة تانية زي او سيو ليتر او سيو سو. بعد كده بيقول لي لما بتكتب مقال او باراجراف يعني انت بتبدأ بجملة ايه? اكيد طبعا لما ببدأ مقال ببدأ بجملة مقدمة. طب فين المقدمة اللي هي طب لو كان قال لي مثلا اه لما بتجي تنهي بتاند بايه? بتنهي بايه? يبقى هنهي بالكونكلوجين تمام كده? يبقى الكونكلوجين ديت في نهاية الايسي او الباراجراف لكن بتبقى في البداية. بعد كده بيقول لي يعني بيقول لي اي من الجمل ديت برضو بتاعها او الهيكل بتاعها صحيح يعني مفيهاش حاجة غلط يعني. طيب تعالي ما نشوف. اه بيقول لي يعني اه الاباء بتوع الواحد مننا يعني او الوالدين بتوع الواحد مننا فهلاقي ان كلهم لسه ماشيين زي بعض. يعرفوا بردو لسه ماشيين زي بعض. بردو يعرفوا ما بردو لسه ماشيين زي بعض. بس خلي بالك بص بقى. واحدة بتقول والتانية بتقول طب اختار مين في يوم. هقول لك ان انت لما تيجي تربط بادات ربط وات. وات دي هنا كده ادات ربط او ضمير واصل. لما تيجي تربط بيها كضمير واصل وات ديت. وعايز تقول او 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 عايز تحط الصفة او صغة تفضيل. او عايز تحط حاجة بتدل على مرات تكرار زي والكلام ده كله. لازم تحط الفعال المساعدة الاول. بعد كده صفة التفضيل بتاعتك او او فارست او سكند. فهنا هلاقي كده اللي هي بيقول لي او دي صح? ودي كمان بيقول لي هي صح? طب نكمل. بقى هنا بقى بيقول لي والتانية اللي هي دي بيقول لي آآ هو بيقول اباء الواحد مننا يعرفوا الافضل ليه صح? مش لي دي ممكن تكون عيدة على على واحد واحدة يعني هي مسلا البنت مالهاش اباء مسلا? لا ليها. يبقى هم ديت المفروض ان هي عيدة على زكر. لا انا هنا ديت. ممكن تكون عيدة على آآ آآ زكر او انسة. يبقى كده مش هقول هم لكن هقول يعني يعرفوا الافضل للواحد مننا. يبقى كده الاجابة الصحة بتاعتي اللي هي سي. بعد كده الجملة آآ اللي بعدها بيقول لك يعني فيه اكتر من ميت مليون واحد آآ هوملس مالهمش بيت. في العالم دلوقتي يعني الحاجة ديت موجودة آآ في كل من يعني الدول الفقيرة وكمان اللي هي الغنية. بعد كده بيقول لي يعني ممكن بقى اللي انا قلته لك دوت ممكن يكون من آآ مقال عن مشكلة ايه? يبقى انا هنا بتكلم في مشكلة ايه? يبقى اكيد بتكلم في مشكلة الزيادة السكانية. ما انا بقول لك الناس ملهاش بيوت يبقى دي مشكلة الزيادة السكانية او مشكلة السكانية. طب كلمة السكان فين? اللي هي ديت او التعداد السكان. طيب تعال نخش على الترجمة. بيقول لك يجب ان نرشد استهلاكنا من المياه وإلا سنواجه مشكلات خطيرة في المستقبل القريب. يجب ان نرشد. مين اللي يجب؟ نحن. صح? يبقى هنبدأ الجملة بوي. فهلاقي كلهم بدئين بوي. بس تعالوا ما ننزل كده تحت شوية. هلاقي كلهم بدئين بوي. طيب يجب ان نرشد. بقى يجب هنا المفروض ان انا احطها ايه? هلا احطها مصد اللي هي زي ايه? ولا بي اللي هي هافتو? ولا سي اللي هي شد? ولا دي برضو اللي هي هافتو? هافتو معناه الزام خارجي. يعني قانون. عارف انت لو ما عملتوش هتتحاسب يا معلم. آآ فهنا احنا دي نصيحة يبقى كده هافتو مش هتنفع. طب في دي لعندي مصد وشد. شد معناها نصيحة مش قوية. مصد معناها نصيحة قوية. وفعلا هنا احنا لازم نرشد استهلاكنا يبقى دي نصيحة قوية. يبقى كده الاجابة الصح اللي عندي اللي هي فيها مصد. يبقى شايف ايه ديت? اللي هي الاجابة ديت هي الوحيدة اللي صح. عشان هي اللي فيها مصد. لكن الباقي بص هنا بيقول لك هافتو ما تنفعش آآ آآ اللي بعدها برضو اللي هي سي بيقول لك شوت وإحنا قلنا شوت بتدل على نصيحة آآ ضعيفة فما تنفعش دي بيقول لي هافتو قلنا هافتو ده الزام خارجي يعني واحد آآ من برا هو اللي بيلزمني سيان بقى حكومة او ايا كان وهنا مفيش حد بيلزمني اصلا دي نصيحة كده وخلاص طب تعالى ما نخش على الترجمة العربي فبيقول لي يعني الهدف هو شيء ما انت تريد تحقيقه يبقى هنلاقي كده اللي هي واحد بيقول لك الهدف شيء ما تريد تحقيقه اللي هي واحد دي آآ الاتنين بيقول لك الهدف شيء ما تريد آآ احرازه لأ انا هنا بتكلم عن تحقيق الهدف صح كده مش احراز انا هنا لما قلت احرازه يبقى انا كده بتكلم عن الهدف اللي في كرة القدم يبقى كده اتنين ما تنفعش آآ برضو تلاتة بيقول لك الهدف الذي تحرزه لا برضو تحرز ديت معناها كده ان هي خلت الجول ديت اللي هي هدف فكرة القضاء طيب اربعة بيقولك الهدف ضمن اشياء تريد تحقيقها لا هو ما قالش ضمن اشياء تريد تحقيقها هو قال ان هو شيء ما تريد تحقيقه لانه قال لي شيء ما تريد تشيف اللي هو تحقيقه يبقى كده هلاقي اصلا ان كل الاجابات بقت غلط ما فيش غير الاجابة اللي هي الاولى هي وحيدة اللي صاحب ولا شايف الترجمة يعني هو بيحاول يوريها لك من الاول ان هي صح او غلط عشان اه يعني الامتحان ما ياخدش منك وقت يعني ركز بقى معايا صديقي عشان هنخش دلوقتي على ترجمة القطع بيقولك يعني اه من الشائع يعني بنا او احنا مؤمنين بالحاجة ديت يعني ان بس رجال الاعمال اللي متوسط في السن كده الاغنية يعني ممكن اي حد فينا يصبح مريض كنتيجة للضغط لو فعلا مروا بالكثير من القلق يعني بيقول للضغط ممكن يكون حليف لك او صديق لك او ممكن يكون عدو معناها عدو يعني ممكن ان هي تحذرك او يحذرك مين اللي حذرك اللي هو الضغط ان انت تحت ضغط كبير جدا ولازم ان انت تغير طريقة حياتك it can kill you ممكن ان هي تقتلك او يقتلك if you don't notice لو انت ملاحظتش the warning signals الاشارات التحذيرية اللي بتجيه لك ديت when we are very frightened or worried يعني بيقول لي لما بنكون خايفين جدا وقلقانين our bodies اجسامنا produce بتنتج certain chemicals يعني مواد كيميائية كده مخصصة to help us عشان تساعدنا نفايت ان احنا نحارب what is troubling us يعني المشاكل اللي بتواجهنا او الحاجة اللي هي عمللنا مشاكل these produce the energy يعني بيقول المواد الكيميائية ديت these هنا عايدة على المواد الكيميائية بيقول لي بتنتج الانرجي الطاقة needed to run away fast اللي انت محتاجها عشان تراناوي تجري او تهرب fast سريعا from an object of fear من الحاجة اللي بتخوفك if we don't use up these chemicals يعني لو احنا use up هنا مش معناها تستخدم معناها تستغل لو احنا ما استغلناش المواد الكيميائية ديت or produce too many of them او جسمنا انتج الكثير من المواد الكيميائية ديت بيقول لي this may harm us يعني دي ممكن حاجة تضرنا جدا باقي كان بيقول لي the stomach المعدة heart القلب skin الجلد head الرأس and pack والضهر are badly affected يعني بيتأثروا بقوة by stress يعني بواسطة الضغط دو for example على سبيل المثال any student اي طالب in a final year في السنة الاخيرة can be very two can be under two stresses يعني ممكن يكون تحت نوعين من الضغط طب بيقول لي ازاي بقى he can be under great pressure يعني بيكون تحت ضغط عظيم جدا وكبير جدا preparing لما بيكون بيحضر for her exam or for his exams لما بيكون بيحضر لامتحناته and a dispute with his father dispute ديت معناها على خلاف يعني ويكون على خلاف مع ابوي بهم دول النوعين آآ من الضغط يعني هو ممكن في مرة كده يصحى بعد ما يكون نايم وقت طويل discovering ويكتشف that his body يعني بيقول لي هيكتشف ان جسمه مغطى ديت معناها آآ عارف انت البقع كده اللي بتظهر على الجلد هي دي يعني بيقول لك تلاقي جسمك في بقع حمرة كتير كده واورام آآ حمرة في جسمك كله وانت مش عارف من ايه بعد كده بيقول لي يعني بيقول لي ان الضغط دوت ممكن او التوتر دوت ممكن ان هو يسبب لك آآ آآ يعني ممكن يسبب حوادث آآ بالعربيات heart attacks يعني نوبات او آآ سكتات قلبية alkoholism يعني ممكن تضمن على الكحول and even suicide وممكن كمان تلجأ للانتحار our living and working conditions يعني ظروف حياتنا وعملنا may put us under stress يعني ممكن تحطنا تحت ضغط overcrowding in large cities يعني بيقول لي الاستحام اللي موجود في المدن الكبيرة traffic jams الاشارات المرور competition for jobs المنافسة على الوظائف uncertainly about the future الشك او عدم التأكد من مستقبلك may be stressful ممكن الحاجات دي كلها تكون حاجة موترة ليك او تسبب لك توطر يعني وضغط if you have changed لو انت غيرت change jobs لو انت غيرت وظائف مثلا and moved house or moved house او غيرت منزلك او انتقلت منزلك in recent months في شهور كده حديثة او في شهور الحديثة دية you are likely to fall ill يعني انت من المحتمل ان انت تشعر ان انت مريد بعد كده بيقول لي what can we do about stress طب نعمل ايه بقى في الاسترس او التوتر او الضغط دوت بيقول لي as with all illnesses يعني ككل الامراض prevention الوقاية is better than is better than افضل من cure افضل من العلاج عاجة بيقول لي when you are taking work home لما تمشي بقى من شغلك للبيت بيقول لي you can enjoy yourself ممكن بقى تستمتع يعني تمتع نفسك شوي بيقول لي you have to tell yourself عشان كده يجب have to معناه يجب او لازم ان انت tell yourself تخبر نفسك that it's time ان ده الوقت to stop ان انت تتوقف and join our relation class وتاخد كده جزء من وقتك كده لعلاقاتك اللي حواليك to avoid stress عشان تتجنب التوتر والضغط دوت one should have a balanced life الواحد مننا لازم يكون عنده حياة متوازنة اول سؤال بقى بيقول لي this passage القطعة دية mainly deals with يعني بشكل رئيسي كده هي بتتكلم او بتتطفق عن ايه يعني فالمفروض ان هي عمال تتكلم عن الايه التوتر والضغط صح كده فلاه هنا هو بيقول لي مشكلة نفسية السؤال اللي بعده بيقول لي لما بكون خايفين يعني بيقول لي جسمنا بيخرج ايه فهل هو مثلا بيخرج بيدي نواية كده ان احنا نحط نهاية لحياتنا لأ طبعا بيخرج مواد كيميائية عشان يحارب او يتعامل مع الفير الخوف دوت اه فعلا وبيخرج الكلام دوت يبقى هي دي اللي صح عندي بعد كده السؤال التالت بيقول لي يعني بيقول لي الجملة اللي تقدر ان هي تلخص افضل حاجة يعني اللي هو البراجرافي التالت اللي هو ده اللي هو اللي كان الاخير ده بيقول لي افضل حاجة بقى ان هي اتعبر عن ده بدرافي التالت ده هو ايه ده بدرا في اه جماعة مح�recية مش هو كان عمال يقول ان اللي هي الازدحام فالمدنات والترافيك جامز والتنفس على الوظائف كل الده هو اللي بيسبب التوتر وبعد كده راح جاء اي اللي نتعامل مع التوتر ازاي؟ اه فهلاقي هنا بيقول لي يعني مسببات التوتر عشان نتغلب عليها الجملة اللي بعدها بيقول لي يعني بنسبة للقطعة يعني ربما يشعروا بإيه لما بينتقلوا لمنزل جديد مش احنا قلنا بيشعروا بالمرض او بيمرضوا يعني طب هما بيمرضوا ليه؟ مش بيمرضوا عشان هما بيكونوا متوترين كده صح؟ اه طب فين؟ هل هو مثلا بيحسوا بالسعادة لما بينتقلوا؟ لا عدم الامانة؟ لا معناها المحتوى؟ لا طب بيحسوا ان هما متوترين او مضغطين يبقى هي دي اللي بعد كده بيقولك بقى من القطع وجد للكلمة اللي بيتمينز معناها بص انا هقولك دي في الاخر عشان انا عايزك مثلا تتعامل في الامتحان كاينك انت مكنش عارف الكلمة دي معناها ايه؟ يعني بيقولك هي حاجة تحت الجلد تمام؟ بتكون علامة على علامة على المرض تمام؟ يبقى انا عايز من القطع حاجة تكون لها علاقة بالجلد بتظهر على الجلد كده وبتبقى علامة على المرض طب مش احنا قلنا لما كنا بنتكلم كده قلنا ان انت لما تكون مثلا او هو نايم اه بطريقة كده او نايم وهو متوتر بيصحى بيكتشف ان جسمه مغطى مغطى ببقع حمراء كده اه واللمز دي انت مكنتش عارفها تمام؟ فاعتبر انت مكنتش عارفها برضو فانت هتقول ان هو صحي جسمه مغطى بحاجات حمراء طيب هو ايه؟ الجسم لما بيتغطى بحاجات حمراء كده بتظهر كده مش الحاجات دي بتظهر فين؟ ما احنا عارفين ان هي ممكن تكون بقع او ورم حاجات كده بنصحن لها في جسمنا صح؟ يبقى هربط ان ديت هي هي الحاجة ديت وكلمة سويلنج عموما معناها ورم او انتفاخ يبقى كلمة سويلنج ديت معناها كلمة لان اللي هي موجودة في القطع طيب السؤال اللي بعد كده بيقولك ماذا تعتقد اللي هيحصل لو احنا تغلبنا على التوتر دو هنصبح ايه؟ فهل مسلا تعمل نشوف التلاتة اللي تاعه؟ هل دي معناها تعرقل هنعرقل النجاح مسلا؟ لا طبعا ده احنا لو تغلبنا على التوتر ده الدنيا هتبقى زي الفل طيب مثلا هل هنبدأ نعمل مناقشات كده ومحاضرة؟ لا طبعا طيب يعني هنعاني من الكثير من العراقيل مثلا او المشاكل؟ لا برضو ولا هنستمتع هنستمتع بقطعة كده من المايند بتاعنا من عقلنا يعني عايز يقول يعني نريح جزء من عقلنا اه فعلا هو ده اللي هيحصل يبقى الاجابة الصحة عندي اللي هي الجملة اللي بعدها بيقولي يعني بنسبة للقطعة يعني الحياة المليئة بالتوتر او المليئة بالضغط دي بتكون ايه؟ تعلمش في التالية اللي تحت يعني بتكون مبهجة؟ لا طب بتكون ما فيهاش قلم كلمة ديت بتنفي يعني معناها ان هي ما فيهاش قلم؟ لا طب بتبقى ممتعة؟ لا طب بتبقى مؤلمة؟ اه بتبقى فعلا حياة مؤلمة كده احنا خلصنا الامتحان لو فيه اي حاجة انت حسيت ان هي كانت واقع منك حاول بقى ان انت تزبطها اسئلة البنكتويشن هنزبطها الفترة الجاية ان شاء الله هنحاول نتقل في محتوى الفترة الجاية عشان هو دوت اللي فيه الدرجة الكبيرة من الامتحان هنحاول نزبط الدنيا دي ان شاء الله الفترة الجاية ما تقلقوش واسعوا على حلمكو اهم حاجة وما تنسوش ان انتو عندوكو حلم محتاج شوي التعب ودمتم بخير